موسيقى هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ردد رديمشن توزي اللهب طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن قصة الجنية اللي في المستنقى طبعا اولا انا رح اعطيكم جميع الاجزاء اللي تقولها البنت هو تقريبا 16 جزء واذا كنت شخص مهتم فيها وتبقى تروح لها ترى رح تكون موجودة في هذا المكان وما رح تطلع الا من بين الساعة 12 الى الساعة الثلاثة ولازم يكون الجو الضباب خطوة جدا مهمة ان يكون الجو ضباب وان يكون بعد منتصف الليل عشان تطلع لك هذه البنت او جزء من المقولات اللي تقولها طبعا اول شيء زي ما قلت لكم رح اعطيكم الاجزاء 16 جزء بعدها رح نبدأ نحكي قصة هذه الجنية اشتركوا في القناة 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 أمي تستطيع أن تكون كثيراً 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 هذا ليس كذلك هذا ليس كذلك أمودефة وجدوا yangتوا أمود إلى تنمي أمود إلى تنمي أمود إلى تنمي أمود إلى تنمي فق redocado ولكن من وأو lumich لтив في착 سلام لكن ماذا أفعل؟ أعطيك كل شيء كل شيء لديه لا يوجد أحد لا يوجد أحد الآن أنت قال أنت قال كل شيء شكرا 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 أنت ستكلم شكرا شكرا لا يمكنك أن تشعرني بالأمر و أعتقد أنه مجددًا يا أهلاً هل تدريد ميزة كما تدريد ميزة كما تدريد ميزة تدريد ميزة هل تعلم ذلك؟ I love you Daddy, Daddy, don't say that, Daddy That made me cry I'll leave, Daddy إنه يغير المساعدة والآخر ان هذا في ليلة لا بأس كذلك تغير السجن سلقك لا بأس كذلك لا أكثر أبي أخرج مني أبي أبي أسمعه أخذك أخذك أبخذك أخذك وأخذك أخذك شي سيئ آ LUKE أنا أذكر أنا زmi أخرج لك أغدت أن أخذك ترجمة نانسي قنقر اولا اسم هذه البنس هو اغنيس داود وهي بنس من عائلة غنية تودد اليها احد الاشخاص الوسيمين من طبقة اقل منها ومن عائلتها هي رأته كشخص جميل جدا ورومانسي لكن عائلتها رأته كشخص متخلف فكريا فقط مهتم باموالها وجسدها والدها كان على حق فهذا الشخص في كثير من الاحيان سكان المدينة يرونه يذهب الى نساء اخريات ويتحايل عليهن بمظهره الجميل وملامحه الخلابة وان دل على شيء فهذا يدل على ان هذا الشخص كان يستغل اغنيس داود زي ما كان والداء اغنيس داود يقولان ومن الحوار الثالث لها عندما تقول بمعنى اي انا دائما احببتك او احببتك دائما وهي لم تحبك ابدا هذا يقوي على ما نقول على ان هذا الشخص فعلا قاعد يستغل اغنيس داود وبمعنى اخر خان اغنيس داود ايضا في الحوار السادس لما اغنيس داود تقول بمعنى انه ليش انت ما سامحته ايضا هذا دليل اخر قاطع على خيانة هذا الشخص لا اغنيس داود بعد ذلك اغنيس داود اكتشفت وتيقنت قد ايش كان هذا الشخص وغد ونذل ثم انهت جميع العلاقات معه لكن بعد مرور الوقت اكتشفت اغنيس داود انها حامل الجميع علم بالموضوع من والدها الى والدتها الى اخر شخص من سكان المدينة مما ادى الى غضب الاب بشكل كبير جدا لانه سابقا حذر اغنيس داود انه هذا الشخص لم ولن يتزوجك ابدا انما هو هنا فقط لاستغلالك جنسيا واستغل اموالك حمل اغنيس داود من هذا الشخص دليل قاطع على انهم اقاموا علاقة بينهم وهذا راح يجعلها لن تتزوج مرة اخرى ولا يوجد رجل يريدها للزواج مما ادى الى غضب الاب بشكل كبير ومما ادى ايضا انه صار يدخل على ابنته عدة مرات بالسلاح لقتلها وللتخلص من العار زي ما شفتوا في مجموعة من الحوارات انه الاب كان يخش عليها بالسلاح وكانت هي تحاول انها تمنع بعد مرور وقت قصير جدا اغنيس داود وضعت الطفل ومرت عملية الولادة بنجاح عندما علم هذا الشخص بولادة اغنيس داود ذهب اليها متخفيا ودار بينهم حوار انه هذا ليس ابني ابدا وانا ما اعرفك ما بيننا اي علاقة لانه هذا الشخص كان فأل رافض فكرة انه يكون اب او انه يكون عنده ابن دار بينهم حوار يعني ارتفعت الاصوات فيه مما ادى الا انه الاب سمع صوت الحوار العالي جدا ودخل عليهم مع السلاح وقاعد يهدد هذا الشخص انه راح يقتله لكن ابنته كانت عائق وكانت تحمي هذا الشخص حبيبها قاعدة تحميه يعني فما قدر انه يطلقوا لكن دار بينهم تشابك بالأيادي وقدروا يضاربون يعني لكن الشخص هذا قدر يهرب من البيت ودليل هذا الحوار ودليل هذه المضاربة راح يكون الحوار رقم 13 ارجعوا اسمعوه ورح تعرفون ايش صار بالضبط او تفهمون اكثر بعد مرور وقت نوعا ما طويل هذا الشخص لم يعد ابدا بعدها ايقنت اغنس داود انه هجرها فعلا ولم يرغب في ولدهم اضطرت اغنس للقيام بعمل محزن جدا طبعا هنا راح يكون عندنا روايتين الرواية الاولى قالت انه اغنس داود فعلت امر واحد من اثنين الرواية الاولى تخلت عن ابنها بوضعه في المستنقع بجانب التماسيح الرواية الثانية تخلت عن ابنها باعطائه لعائلة اخرى او اعطائه لبينغو سين النايت فولكس وسبب التخلي من وجهة نظرها انه لما تتخلى عن ابنها في احتمالية انه ممكن يرجع لها حبيبها مرة اخرى ويقدرون يعيشون مع بعض لكن هذا لم يحدث ابدا وهو تركها للابد ولن يعود لها بل انه تزوج من امرأة اخرى بعد ذلك بدأت تتوسل تطلب من هذا الشخص ان يعود اليها ولكنه رفض رفض شديد جدا بعدها استوعبت انه لم يحبها ابدا زي ما قالت في الحوار الثالث الان اغنس لم يعد عندها اي شيء ولا تستطيع ابدا العودة لعائلتها لانها هاربت من عندهم بحثا عن حبيبها وطفلها لن يعود ابدا لانه في كلتا الحالتين راح يكون ميت سواء حطته عند التماسيح او اعطته لنايت فولكس طبعا بعد جميع ما حدث لاغنس داود اخذت حبل وذهبت للمستنقع وشنقت نفسها وتوفت زي ما شفنا في الكاونتر الرقم 16 او الجزء الرقم 16 من القصة وبكذا تكون هذه نهاية اغنس داود وهذه نهاية قصة الجنية بشكل كامل طبعا في روايات اخرى لقصة الجنية لكن هذه هي افضل قصة وافضل قصة مناسبة للحوارات اللي قالتها اغنس داود واذا كنت والله عندك رواية ثانية او عندك يعني انك فهمت شيء ثاني من الحوارات اغنس داود تقدر تكتب لنا يا فخانة التعليقات وان شاء الله نتناقش فيه طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هيد من اغنس داود يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة